مفتاح النجاح هو القدرة على استخلاص الدروس من كل تجربة، والمضي قدماً بهذه المعرفة الجديدة. ملخص كتاب ما تمنيت معرفته وأنا في سن العشرين دورة مكثفة حول صنع مكانك في العالم تأليف تينا سيلنج بصوت هند حامد ماذا لو أصبحت تنظر إلى المشكلات على أنها تحديات تجلب معها الفرص والحظ الجيد؟ بالتأكيد سوف تصبح الحياة مغامرة ممتعة إن هذا ما تدعو إليه عقلية ريادة الأعمال التي ترفض طرق التفكير التقليدي والافتراضات الثابتة للتعامل مع الحياة وتحص على التفكير في الحياة بنظرة خارجة عن المألوف وقدرة على التعامل مع المشاكل العملية بطريقة تحول المشكلة نفسها إلى جائزة يمكن استثمارها لمصلحة العمل لكن كيف يمكنك أن تمتلك عقلية ريادة الأعمال؟ هذا ما سنتعرف عليه في صفحات هذا الكتاب الفصل الأول يساعد بناء عقلية ريادة الأعمال على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص ينظر الشخص العادي إلى المشاكل على أنها أمور غير قابلة للحل وهذه نظرة تقليدية نابعة من نمط التدريس التقليدي الذي يجعله شخصا متلقيا وغير مبتكر أما رائد الأعمال فينظر إلى كل مشكلة على أنها فرصة للحلول الإبداعية والنجاح يفكر بانفتاح وبروح الجماعة لمواجهة التحديات الصغيرة والكبيرة في حياته وكنت دائماً ما أسعى إلى غرس هذه العقلية الإبداعية في عقول تلاميذي في كل دورة أعطيها ففي أحد الصفوف قمت بإعطاء عشرة مشابك ورقية لعدة مجموعات وأخبرتهم أن يولدوا منها أكبر قدر من القيمة المالية تعددت الطرق التي اختارها الطلاب للاستثمار بهذه المشابك الورقية لكن كانت هناك فكرة إبداعية ريادية مميزة حين قامت إحدى المجموعات بمقايدة المشابك الورقية مقابل بعض اللوحات الإعلانية ثم كتبوا عليها طلاب ستانفورد للبيع اشتري واحداً وأحصل على اثنين مجاناً وألسقوه على أحد الأسواق التجارية وكان الهدف من الإعلان أن يقوم طلاب ستانفورد بتقديم خدمات للآخرين مقابل المال أو أي قيمة أخرى مثل أن يقوموا بنقل المشتريات من المحل التجاري إلى السيارة وبالفعل تلقوا عدداً كبيراً من طلبات الزبائن الذين دفعوا لهم النقود حتى إن هناك امرأة أعطتهم ثلاثة أجهزة حواسيب لا تريدها تكمن أهمية هذه التجربة في أنها تحضر التلاميذ للتعامل مع الحياة بعقلية رائد الأعمال الناجح فالهدف من العمل الريادي هو اكتساب مهارات أساسية مثل القيادة والتفاوض والابتكار والعمل ضمن الفريق كما تساعد عقلية ريادة الأعمال هؤلاء التلاميذ على الإيمان بفكرة أن الفرص وفيرة وموجودة في كل مكان فإذا تمكن الطلاب من مواجهة تحدي بسيط مثل توليد قيمة من المشبك الورقي يمكن حينها أن تحل القضايا الأكبر في العالم وانطلاقاً من مبدأ أن الخيارات الصحيحة متعددة وليست محصورة بخيار صحيح واحد ولكن كيف يمكننا خلق أفكار ناجحة من أخرى سيئة الفصل الثاني يمكن استحداث أفكار جيدة ونافعة من الأفكار السيئة وغير العملية في طريقك لاكتساب مهارة تحويل الأفكار السيئة إلى نافعة يجب أولاً أن تتحرر من القيود الوهمية التي فرضها عليك المجتمع الخارجي أو معتقداتك الداخلية فمهما بدت الأفكار سخيفة أو غير عملية إلا أنه يمكن استجداء حلول فريدة وغير متوقعة على العكس من الأفكار الإيجابية التي تقدم لنا حلولاً متوقعة وأقل إبداعاً على سبيل المثال استطاع الموظفون المسؤولون عن إقامة أحداث فنية في ستانفورد استحداث فكرة بيع البكيني في القارة القطبية الجنوبية وأطلقوا شعار بيكيني أو تموت إذ كانت الفكرة أن يأخذ أشخاص يريدون الحصول على الجسم المثالي في رحلة إلى القارة القطبية الجنوبية وعندما تنتهي هذه الرحلة سيكون بوسعهم ارتداء البكيني والهدف من هذه الرحلة هو إما أن تتمكن من خسارة وزنك في هذه الرحلة وتحصل على جسد البكيني وإما أن تموت وذلك تعبير مجازي على خسارتهم في المنافسة ينقسم الأشخاص في هذا العالم إلى قسمين أشخاص ينتظرون الإذن للقيام بالأشياء التي يرغبونها وآخرين يمنحون أنفسهم الإذن للقيام بما يريدون يعلم الصنف الثاني أن الثغرات التي تحتاج إلى ردم والتي تخلق معها فرصاً تنتظر الاغتنام موجودة في كل مكان وأقرب مما يمكن للمرء أن يتصور فقد تكون الفرص في الشارع المقابل أو على سطح المكتب أو في جيب البنطال الخلفي جل ما يتطلبه الأمر هو أن تعطي انتباها جيداً لما حولك وحدهم رواد الأعمال من يفعلون ذلك بشكل تلقائي ينتبهون إلى كل شيء وفي كل مكان يستفدون من مهاراتهم الخاصة للوصول إلى أهدافهم وهم يعلمون جيداً أن الفشل جزء من عملية النجاح فكيف يرون الأمر بهذه الطريقة؟ اقتباس يمكننا ويجب علينا أن نتحدى أنفسنا كل يوم ذلك يعني أنه يمكننا اختيار رؤية العالم من خلال عدسة الاحتمالات الفصل الثالث يعتبر الفشل جزءاً أساسياً في عملية التعلم وتحقيق النجاح يعد الفشل جزءاً من عملية النجاح والتعلم فنحن تعلمنا المشي صغاراً بعد أن سقطنا عشرات المرات ورغم ذلك تختلف ردود الأفعال تجاه الفشل في جميع أنحاء العالم ففي بعض المجتمعات يعتبر الفشل أمراً معيباً يضطر صاحبه إلى تغيير اسمه حتى يسلم من انتقادات الآخرين فيما تعتبر أماكن أخرى في العالم مثل وادي السيليكون أن الفشل هو جزء طبيعي من عملية التعلم والابتكار وأن قبول الفشل والإخفاقات هو الصلصة السرية لوادي السيليكون كما أن مسارات الناجحين مليئة بالعقبات الكثيرة ولكنهم يعتبرون قاع الإخفاقات مصنوعاً من المطاط فعندما يصلون إليه يندفعون مجدداً إلى الأعلى للبدء في فرص أخرى ومثال على ذلك مؤسس جيت بلو ديفيد نيلمان إذ بدأت قصته عندما أنشأ شركة طيران تدعى موريس إير وبعد أن ازدهرت قام ببيعها عام 1993 لشركة تدعى ساوث ويست إيرلاينز مقابل 130 مليون دولار وأصبح موظفاً رسمياً لديهم بعد عدة أشهر تم طرده من الشركة وكان عقده ينص على اتفاقية عدم المنافسة لمدة خمس سنوات ورغم الضربة القاسية التي تلقاها ديفيد إلى أنه قرر خلال الفترة المنتظرة أن يقوم بالتخطيط لتأسيس شركة طيران أخرى وحين انتهت مهلة عدم المنافسة بدأ شركته جات بلو محولاً فترة الصعوبات والإخفاقات التي مر بها إلى فترة من الإنتاجية والابتكار إن المخاطرة تحمل معها الفشل والنجاح معاً عليك أن تكون مستعداً للجانب السلبي منها وأن تبني أفضل وأسوأ السيناريوهات المتوقعة واحرص على جمع المعلومات من أولئك الذين سبقوك في مجالك حتى تستطيع التعلم من فشلهم لاتخاذ أفضل خيارات ممكنة الفصل الرابع يساعد دمج الشغف مع الموهبة على صناعة الحظ وتحقيق أفضل النتائج كثيراً ما يحطك الناس على تحويل شغفك في شيء معين إلى مهنة لكن هذا الأمر ليس صحيحاً دائماً فالشغف مجرد نقطة انطلاق فقط والمكان المناسب لك هو المكان الذي يتداخل فيه شغافك مع مهاراتك ومع متطلبات السوق ورغم أن الكثير من الناس لا يعرفون ما هو شغافهم إلا أنه يمكن لهم معرفته من خلال تجربة أنشطة جديدة مثلاً لن تعرف أنك شغوف في الطبخ إلا عندما تقوم بتجربته كما أننا نتأثر بالرسائل الضمنية التي تبث من حولنا كأن يسمع طفل صغير طوال حياته أن التمريض فقط للفتيات فيتجنبه ونتأثر أيضاً بالرسائل الصريحة التي تقال لنا مباشرة كأن يخبرك أحدهم أن لك أذناً موسيقية فتختار أن تصبح عازفاً على آلة موسيقية والحظ هو عامل مهم في نجاحك إذا استطعت جذبه إلى حياتك نعم، فنحن من نصنع الحظ بأيدينا فالحظ مثل الريح يهب دائماً كل ما عليك أن تصنعه هو شراع مناسب يتحكم برياح الحظ للاستفادة منها ويكون ذلك من خلال الانفتاح على الفرص واغتنامها والانفتاح على العالم من حولك والتفاؤل والإيجابية لكل ما يحدث والتفاعل مع أكبر عدد من الناس وخوض التجارب الجديدة كل هذه الأمور كفيلة أن تماهد لك طريقاً للفرص التي سوف تجعل منك شخصاً محظوظاً لكن، هل تؤثر العلاقات على صنع الحظ وبناء الفرص؟ اقتباس مفتاح النجاح ليس الهرب من كل رصاصة وإنما التعافي بسرعة الفصل الخامس يماهد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين طريقاً للفرص الجيدة نحن نعيش في عالم صغير يحتم علينا أن نتعامل مع الآخرين مراراً وتكراراً والذين بدورهم قد يكونون أبواباً لفرص عديدة لذلك، اسعى في بناء الجسور الجيدة بينك وبين الناس اشكرهم وعبر عن تقديرك لهم اجعل النهايات بينك وبين الناس تنتهي بسلام حتى تقوم بحماية سمعتك التي هي أغلى ما تملك اعتذر عندما تخطئ وتجنب التفسيرات والتبريرات الطويلة تعلم من أخطائك ورتب أولوياتك حتى تستفيد من وقتك بأفضل طريقة ممكنة وتذكر دائماً أنه إذا خيرت بين القيام بالأمر الذكي أو الأمر الصحيح اختر دائماً أن تقوم بالأمر الصحيح لأنك ستفخر بذلك لاحقاً وسوف يعطي انطباعاً جيداً عنك لدى الآخرين من القصص التي توضح أهمية القيام بالأمر الصحيح وليس الأمر الذكي هي قصة رواها راندي كوميسار عن مقاول كان يقوم بعمل في منزل راندي لكن اتضح فيما بعد أن عمل المقاول كان سيئاً وعلاوة على ذلك تطلب عمله المتابعة وتحسين العديد من الأخطاء وبعد فترة طويلة من انتهاء المشروع اتصل المقاول براندي وأخبره أنه لم يدفع له الفاتورة النهائية كان من السهل على راندي أن يقوم بالأمر الذكي وهو التشكيك في دفاتر المقاول أو إعطاء تبريرات لعدم دفع الفاتورة لكنه اختار أن يتخذ القرار الصحيح وليس القرار الذكي لأنه يعلم أنه مدين للمقاول بالمال فدفع له المال مؤمناً أنه الأمر الصحيح الذي يجب عليه فعله والآن كيف يمكن أن تكون أنت شخصاً رائعاً؟ الفصل السادس تخطي الحدود والتوقعات التقليدية يعطيك فرصة أن تكون شخصاً رائعاً هل سيكون هذا بالامتحان؟ إنه السؤال الذي يطرحه الطلاب على المعلمين باستمرار فكل ما تعلمه الطلاب هو عدم حاجتهم لأكثر من الحد الأدنى لتحقيق النجاح لكن ماذا لو قلت لك أنه بإمكانك تحقيق أعلى النتائج كل مرة وفي كل شيء؟ يمكن كذلك عندما تبدأ بالاستعداد للوصول إلى إمكانياتك الحقيقية وتتجاوز الحدود المتوقعة عندما تتوقف عن اختلاق الأعذار وأن تبدأ بالاعتراف أنك أنت المسؤول عن النتائج وعندما تبدأ العمل بروح الفريق وليس بروح التنافس ضد الآخرين سوف تصبح شخصاً رائعاً عندما تؤمن أن الحياة تعطيك هذه الفرصة مرة واحدة لذلك قم باستغلالها وبذل قصارى جهدك إن الشيء الذي تمنيت معرفته عندما كنت في العشرين هو أن أعطي لنفسي الإذن في تحدي الافتراضات التقليدية وقلبها رأساً على عقب أن أمنح لنفسي الإذن لرؤية العالم كفرصة مليئة بالإمكانيات المتاحة أن أمنح الإذن لنفسي أن أفشل وأن أختبر مسارات وبدائل جديدة سيكون هناك دائماً عدم يقين عند كل منعطف ولكن عندما تكون مسلحاً بالثقة التي تأتي من رؤية كيفية تعامل الآخرين مع أوجه غموض مماثلة فإن الضغط في حياتك سيتحول إلى إثارة وستصبح التحديات التي تواجهها فرصاً الخاتمة يساعد بناء عقلية ريادة الأعمال على تحويل المشكلات إلى تحديات وفرص رائعة ويعلمك كيفية تحويل الأفكار السيئة إلى أفكار جيدة وكيف تتعامل مع الفشل على أنه جزء من عملية التعلم وحجر أساسي في طريق النجاح ومن خلال التفكير كريادي أعمال سوف تسعى إلى بناء علاقات جيدة مع الآخرين وسوف تتحدى كل التوقعات والحدود حتى تخلق من نفسك شخصاً رائعاً يمنح لنفسه الإذن ليفعل ما يريد